اشتركوا في القناة اتزامنا مع احتفالاتها بمرور مئة عام على التعليم النظامي الذي بدأ عام الف وتسعمائة وتسعة عشر وفي معرض ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر كد سموه على اهمية انعقاد المؤتمر الذي يقوم على اهمية التعليم ودوره في التنمية الشاملة في الوطن العربي ومستقبل الاجيال القادمة مؤكدا على اهمية تبادل التجارب والخبرات التربوية فيما بين الدول العربية الشقيقة وعلى الدور الاجتماعي مشيرا الى تعزيز دور المنزل والمجتمع في العملية التعليمية ويناقش المؤتمر الذي يبدأ اعماله اليوم القضايا الهادفة الى تطوير السياسات التعليمية في الوطن العربي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة وبخاصة الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة 20-30 اضافة الى تطوير منظومة التقويم التربوي وتنمية الموارد المفتوحة وتداولها واستخدامها وتعزيز منزلة القيم العربية في المناهج والممارسات التعليمية من جانبهم اعرب الوزراء العرب عن سعادتهم بالمشاركة في المؤتمر وتقديرهم لما حظوا به من كرم الاستقبال والرعاية مشيرين بما تحققه مملكة البحرين في المسار التعليمي والتربوي متمنين المزيد من الازدهار والنماء